بعد طرح البطريارك الماروني الكاردينال مربشارة بطرس الراعي فكرة لقاء ثنائي يجمع كل من التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية أكدت مصادر القوات عبر الأوتيفي أنها لا تعتبر أن الأزمة المالية تستدعي لقاءات طائفية ومذهبية لأن طبيعتها وطنية تطاول ابن الشمال والبقاع كما تطاول ابن جبل لبنان وبيروت والجنوب وبالتالي لماذا ستقدم لقاءات مسيحية لأزمة مالية وطنية عامة وما الفائدة من لقاء مسيحي أكان ثنائيا أم جامعا لا فائدة إطلاقا وهو لزوم ما لا يلزم قالت مصادر القوات وتابعت المصادر بالقول أنه عندما طرح البطريارك الماروني الكاردينال مربشارة بطرس الراعي موضوع الحياد كان الهدف إنقاذ لبنان للمسيحيين وهذا المبدأ كان مطبقا أساسا بين عامي 43 و69 عندما كان لبنان سويسر الشرق بفضل الحياد وقالت المصادر الالتفاف الوطني الكبير الذي لقاه طرح البطريارك الماروني يستدعي لقاءات وطنية داعمة وحاضنة لهذا الطرح العابر للطوائف والمناطق لا حصر الموضوع بالمسيحيين وأكدت مصادر القوات أن البطريارك الراعي ليس ممتعدا من هذا الرفض كما يقال بل هو تفهم الأسباب الموجبة التي عرضتها القوات وهو يعلم أن القوات شكلت حاضنة لطروحاته وكانت دائما داعمة لمواقف الكركي مصادر متابعة أخرى أكدت عبر الأوتي فيانه حين طرح البطريارك الماروني مسألة اللقاء مع القوات كان التيار الوطني الحر موافقا على أي صغيرها البطريارك مناسبة لأن لا يمكن أن يتطور أي موضوع إيجابا إذا لم يكن الموقف المسيحي متضامنا ومتماسكا وعنده قواز مشتركة يبنى عليها وبالتالي أهمية طرح البطريارك الراعي هو انعكاس الجو المسيحي على الجو الوطني العام وقبول التيار كان واضحا من دون أي شروط والطابة هي لدى الأطراف الأخرى بحسب ما تؤكد المصادر المتابعة التي تضيف في هذا السياق مستذكرة التنسيق بين القوات والتيار والكتائب وبعض النواب المستقلين في ملف العفو العام الذي استطاع في الجلسة التشريعية ما قبل الأخيرة أن يسقط هذا القانون وختمت المصادر بالقول إذا كان البعض من القوى المسيحية التي تختلف مع رئيس الجمهورية في وجهة النظر ومقاربة عدد من الملفات تعتبر أنه عبر تطويقه إنما تضعفه وهي ستنتصر بطريقة أو بأخرى فلتعلم هذه القوى جيدا أن موقع الرئاسة هو الضامن وله هيبته وأن إضعافه سينسحب حتما على أي طرف آخر قد يصل في المستقبل إلى هذا الموقع إلا إذا كان مسلما أن لا أمال لديه وبالتالي ينفذ ما يطلب منه ومش فرئين معه إلى ذلك أكد المسؤول الأعلامي في البطرياركية المارونية وليد غياض للأوتي في أن رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أعرب عن استعداده لتلبية أي دعوة يوجهها البطريارك الراعي من دون أي شروط وهو مع كل مبادرة تطلقها بكركي وكل دعوة يوجهها البطريارك الماروني أما القوات فلم ترفض بالمطلق إنما طلبت أن يكون الموضوع مدار مزيد من الباحث وأن تكون هناك عنوين محددة لللقاء مع برنامج عمل وأكد غياض للأوتي في أن البطريارك الراعي يدرس فكرة توجيه دعوة أوسع تشمل كافة النواب الموارنة للبحث في الأمور المفصلية في هذا الظرف الدقيق الذي يمر به الوطن